اشتركوا في القناة التعبير القرآن هو الاستفادة من رصف المعاني والبنية والكلمة في جملة أعجزت الناس عن الاتيان بمثلها لا يختلف اثنان على أن القرآن هو المعجز وهو المعجزة الخالدة التي تكفل الله عز وجل بحفظها قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد اتفقت كلمة أهل العلم بأن التعبير القرآني هو تعبير فريد هذا تحدى العرب العرب كانوا معروفين بالبلاغة معروفين بالفصاحة والقرآن نزل بلغتهم لكن القرآن تحداهم تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أول مرة تحداهم أن يأتوا بحشر سور مثل القرآن عشر سور فلما عجزوا عن الاتيان بحشر سور قال فأتوا بسورة ولو بسورة واحدة مثل القرآن فعجز القوم عن الاتيان بسورة واحدة ثم بعد ذلك تنزل آية واحدة لم يستطع القوم الاتيان بها والواقع هو القرآن الكريم هو جاء بلغة العرب ولهذا شوفون بعض السور القرآنية تبتدأ بالحروف المقطعة ألف لان ميم كافها يا حنصة قاف مون شمع بنا يعني بعض المفسرين يذهب إلى أن هذا تحدي للعرب ترى أنا هذا القرآن الذي قاعد يأتي به محمد صلى الله عليه وآله الذي اتهمتموه بأنه من تأليفه أنه الشياطين يأتون بهذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله ترى هذا من تأليفكم أو عفوا من كلامكم من لغتكم هي هذه الحروف ألف لان ميم كافها يا حنصة لما يأتي المفسرون إلى قضية الحروف المقطعة في بدايات السور كم سورة عندنا تبدأ بالحروف المقطعة 28 سورة ثلاثة 28 سورة أنني أكفل الإشارات قالت لأ فتاة الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إن القرآن نزل على أربعة معاني على العبارة وعلى الإشارة وعلى اللطائف وعلى الحقائق أما العبارة فللعوام أنا وياك علينا بالعبارة ما ندري شنو ألف لان ميم ما أدري أقراها لغرض الثواق وأعبر ألف لان ميم ذلك الكتاب ولا ريبة فيه مو طاف والقرآن المجيد لكن لما يجون أهل العلم أهل الاقتصاص مو العبارة للعوام والإشارة للخواص الخواص يعني أهل الاقتصاص يعني أنا وياك لما نقرأ في القرآن في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان شفتها من السمين هذه الآية يعني الله رفع السماء بغير حمد ووضع هذا الميزان الذي توزن به الأشياء لأننا نحن مؤمول بالعبارة ما نعلم غير العبارة أما العبارة فللعوام لكن من يجون يسئلون الإمام الصادق سلام الله عليه عن معنى هذه الآية وما قال لهم السماء هي هذه السماء والميزان هو هذا الميزان الذي توزن به الأشياء قال أما السماء فهو جدي رسول الله صلى الله عليه وآله رفعه الله على جميع البشر والسماء رفعها وبعد ووضع الميزان قال أما الميزان فهو جدي أمير المؤمنين سلام الله عليك ونقرأ نحن في الزيارة السلام عليك يا ميزان الأعمال النبي صلى الله عليه وآله قال له ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعد ميزان بين الإيمان وبين النفاق حب علي إيمان بغضه نفاق هاي لما أقرأ ظاهر الآية أنا ما أعرف يجي أبو الاختصاص يعرفه فقضية الحروف المقطح ليش صارت 28 سورة ليش ما صارت 27 ليش ما صارت 30 على القول بأن الحروف الهجائية 28 لو فرضنا أن الهمزة والألف حرف واحد أنه بعدد حروف الهجاء يكون نظرية تقول أنه 28 حروف بعدد حروف الهجاء نزل السور تبتدئ بالحروف المقطعة فإذن قضية تحدي أن هذه الحروف المقطعة أو هذه السور القرآنية هي من حروف الهجاء اللي أنتوا عجزتوا عن الإتيان بمثلها واجتمعوا المشركين تركانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وآله بس بدون أن يعلونوا ذلك كان أبو سفيان والوليد ابن المغيرة وفلان وفلان يسترقون السمع من رسول الله صلى الله عليه يسمعون القرآن لما يسمعون القرآن يسئلون الوليد ابن المغيرة المخزومي رجل كان فصيح وكان يعرف بالبلاغ قالوا له هذا الشعير لا لا مشهر ليس من الشعر أنا قرأت الشعر ليس من الشعر قالوا له قول كهنة قال ما هو بقول كهنة قول ساحر قال ما هو بقول ساحر إن ظاهره أنيق باطنه عميق إن له حلاوة إن عليه طلاوة قال يمدح به قرآن فهو عدو للقرآن لكن فرض عليه أن يمدح القرآن شي سوزره هو هذا الواقع بعد قالوا لك شي يقول هس هذا الذي جاء به محمد من نظمه قال ما هو بكلام بشر محمد بشر صلى الله عليه وآله هذا الكلام الذي أنا قاعد أسمعه من محمد صلى الله عليه وآله ليس كلام بشر قالوا لك ما يقول لي قالوا ساحر وهاي يقولوا سحر لكنه لم يقتنع بسحر لم يقتنع بأنه كلام سحر لهذا أستقدر واحد لما يجي يستقرى الآيات القرآنية مثلاً يشوف استخدام الألفاظ استخدام المفردات ليس مثل أنا وأنت نستخدمه يعني أنا وأنت نستخدم لفظة ريح ولفظة ريح لمعنى واحد هذه قضية الترادف أنه ألفاظ مترادفة تريد تستخدم سنة تريد تستخدم عام ما يفرق أما الاستعمال القرآني لا كثير يفرق بين القضاء يعني لما يجي يستخدم لفظة زوج ويستخدم لفظة إمرأة خلال زوج يعني زوجة وإمرأة كلاهما لفظان لمعنى واحد بس الاستعمال القرآني ما يستحملهم للمزه لما يجي إلى قضية الأزواج إلى كلمة الزوج يجي يجيبها بالتفاؤل والاستئناس والخير والمحبة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها لكن من يجي إلى لفظ إمرأة وامرأته حمالة الحطب ضرب الله مثلاً للذين كفروا أمرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صادحة فيجي إلى لفظة إمرأة يفرق بينه وبين لفظة زوج نحن علم معاني مترادفة لما يجي إلى لفظة سنة ولفظة عام يفرق ببيناتهم يستخدم لفظة سنة للحزن والشدة والصعوبة من يجي إلى لفظة العام لا العام يجي بتفاؤل ليس في قضية يوسف على نبينا وآله وعليه السلام لما الملك رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات قضية مفصلة قال يأتي سبع سنين ثم يأتي بعد ذلك عام السنين العجاف عبر عنهم سنين ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه عصر فإذن للإغاثة والرحمة استخدم لفظة عام للشدة والحزن والضيق والفقر استخدم لفظ سنة هذا إحنا نقول ولد النبي صلى الله عليه وآله عام كذا ليس في عام كذا الولادة باعتبار تفاؤل نستخدم لها لفظة السنة يستخدمها في ذكر الوفيات كانت وفاته سنة كذا لماذا؟ لأن السنة دائما تستخدم للحزن ومشاكل بالله لهذا بعض المفسرين أقول لسأني لا أتبنى النظر صح له غلط لا أتبنى خلاف المشهور المشهور لما يأتي إلى قضية نوح على نبينا وآله وعليه السلام يقول فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام ألف سنة إلا خمسين عام يعني كذبه قد تسعمائة وخمسين هذا المتبادر إلى الأذهان لكن صاحب هذه النظرية يقول لا اشتباهنا هذا خد شاء القرآن يقول فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين سنة غيره شيء ألف سنة إلا خمسين سنة ألف سنة إلا خمسين ومقاومة للظالمين حتى دعا على قومه قال ربي إني دعوتهم ليلاً ونهاراً وسراً وجهاً هذه تسعمائة وخمسين سنة أو ألف سنة ألف سنة شدة وحزن واستهزاق وخوف من القوم وإذا إلى أن أغرقهم الله إجل العقوبة الإلهية أغرقت قومهم منوا بقوا إياه فقط الذين ركبوا في السفينة منوا اللي ركبوا في السفينة المؤمنين المتدينين اللي آمنوا بنوح آمنوا برب العالمين فبقر بعد الألف سنة خمسين عام يعني شنو خمسين عام يعني خمسين عام من الرخاء فاشغال صارت مدة بعثة أو أو تبليغ نوح مع قومه لبثكم ألف زائد خمسين ألف سنة وخمسين عام ألف سنة يعني من الصعوبة وخمسين عام من الرخاء أقول يعني نظرية هسا ما أدري بعد تتبرناها ما تتبرناها مو مهم بس قصدي القرآن الكريم يفرق بين المفردات اللي أنا وياك نعتقد بأنها من الألفاظ المترادحة القرآن الكريم من إعجازه الإعجاز العددي بالقرآن الكريم والتعبير شو بالتعبير المفردات موجودة الألفاظ موجودة أي واحد من عندنا يقدر الألفاظ موجودة كل واحد سهلة المتناولة لكن القضية شو أنا أوظف هاي الألفاظ شو أنا أوظف هاي المفردات بالتعبير عما أريد أوصلا للسامة مرات حرف واحد حرف مو كلمة حرف يغير معنى كامل مره القرآن يقول لن تستطع ومره يقول أصطع تصطع تصطع وتستطع حرف واحد التال لن تستطع له تقبى نقبى لن تستطع عليه صبره شوف الحرف قد فرق بين المعنيين مره يقول يصرقون مره يقول يصطرقون يصطرقون غير يصطرقون الإصطراق غير التعبير يكون حتى من دلالة الصوتية إلى تأثير مثل الريح والرياح الريح للعقوبة الرياح للخير المطر والغير المطر دائما استعمالات علم للعقوبة فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندري القرية التي أمطرت مطر السوء بينما يأتي للغيث الغيث هو أيضا مطر لكن رحمة يثير رحمة يشوف دائما يستخدم في التفاؤل فإذن هذه الاستعمالات القرآنية الإعجاز العددي للقرآن شوه هذا الإعجاز العددي شوف هذا مرة واحد يقول هذا صدفة أنه أجد كلمة الدنيا بعدد مرات كلمة الآخرة تذكرت هذه القضية كلمة الدنيا وردت في القرآن 175 مرة بعدد مرات الآخرة أقول لك ربما لكن لما نجي نشوف مثلا كلمة الجن والشياطين أو الإنس والشياطين نجي إلى كلمة الحر والبرد إلى كلمة كلاو وكلا شوف الآن هنا باستقريه شوف يعني كلمات كثيرة تقريبا نفس العدد الذي يعني مثلا يقول كلمة الكفر والإيمان والإيمان كل واحدة من عندهم وردت 17 مرة ليس صدفة الصيف والشتاء تكرر كل منهما خمس مرات إذا كانت الدنيا والآخر صدفة وخوة القرآن الكريم لا يأتي يحتي للجمل أستخدم الصيف 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 أسوي خمس جمل وبعدين أسوي كلمات منها جمل وأخلي كلمة الشتاء الشتاء لا وإنما يشوف السور متباعدة ربما كلمة الصيف في سورة كذلك والكلمة الثانية في سورة أبعد منها بكثير فإذا هذا الإعجاز العددي يعني يأتي يذكر لكلمة يوم 365 مرة على عدد أيام السنة لو سنة 365 يوم أو مثلا يذكر كلمة شهر شهر يذكر 12 مرة على عدد الأشهر مثلا أو يذكر كلمة الأيام الأيام تتكرر 30 مرة بعد الأيام الشهر هذه ليست قضية صدفة ولا قضية إنه لو لم يكن هناك إعجاز ولو لم يكن النص مقدس وصادر من الله عز وجل ما ممكن الإنسان مهما أوتي من بيان مهما أوتي من فصاحة أن يأتي بما جاء به القرآن الكريم لهذا القرآن تحدى العرب تحدى القريش على الإتيان بمثله وإلا هم كانوا يعرفون القرآن يعرفون الفصاحة والبلاغة وبإمكانهم عندهم أسواق لمباراة الشعر السوق حكاظ وغيره وكان كلامهم فصيح وجمحة العربية من أفواههم لكن ما يوصل إلى النص المقدس تعبير القرآني تعبير إعجازي لهذا صارت بعد عندنا كتب في الإعجاز القرآني وكتب في بيان إعجاز آيات القرآن الكريم عودة أخرى إلى الحروف المقطعة الحروف المقطعة يعني هناك آراء في هذه الحروف ماذا معناها ولماذا وضعت في بدايات السوار وشنو معناها قسم من عندهم قال هي للإعجاز يعني يريد أن يوصل رسالة إلى العرب أن هذا القرآن الذي أنتم عجزتم عن الإتيان بمثله ولو آية واحدة ترى هو مؤلف من هذه الحروف ألف لام ميم كاف ها يا حين صاد قاف مو هذا ترى هي هذه الحروف نحن ما حتنا هذه الحروف نستخدم هذه الحروف العربية هذا الرأي الأول الرأي الثاني قال لا تلاحظ لا تستقرأ الآيات أو عفوا السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة ستجد أن بعد كل حروف من الحروف المقطعة بعد كل آية تبدأ بالحروف المقطعة تجد ذكر للقرآن ألف لام ميم شنو ذلك الكتاب لا ريب فيه قاف والقرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم صاد والقرآن ذلك دائما يذكر الكتاب يذكر القرآن إشارة إلى أن ترى هذه الحروف هذه اللي أنا أبدأ بها السوا ترى هي القرآن مؤلف من هذه الحروف بعد أن تزيدون تقولون هذا من تأليف محمد صلى الله عليه وليه أنتوا عرب محمد عرب أنتوا تجيبوا مثله عجز القوم عن الإتيان بمثلها الرأي تفسير هذه الحروف المقطعة في بدايات بعض السور قالوا لا ترى القضية ليس مسألة التحدي ومشاكل وإنما هي أسماء للسور يعني هذه نسميها سورة قاف وهاي نسميها سورة ياسين وهاي نسميها سورة صاد وهاي نسميها سورة وما أعلم بعد أنت تتبنى النظرية أما تتبنى أنا أقول لك قسم منهم من المفسرين قالوا هذه الحروف المقطعة إنما كانت طريقة لإسكاة المشركين يعني شنو طريقة لإسكاة المشركين لما كان النبي صلى الله عليه والله يقرأ القرآن على الناس لما ينزل على الوحي يأتي يقرأ القرآن للناس المشركين ليسوا يقنون أولادهم ومصبيانهم يقولوا لهم لا تسمعوا لهذا القرآن أريدكم لا ت promise لهم أن يقرأ القرآن فقسم كان يصفق حتى لا يسمع صوت النبي قسم يصفق حتى لا يسمعون صوت النبي قسم يضع أصابعه في آذانه قسم يستغشي ثوبه يعني يخلي ثوبه على وجهه حتى لا يرى شخص النبي فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله ألف لا ميم ما الذي يقوله محمد القضية ما مألوف أعدل ما الذي يقوله محمد فيضطرون يسمعون لأنفر الشيء غريب عليهم فيضطرون يسمعون فإذا قرأ عليهم القرآن شغلتهم حلاوة القرآن عن عدم استماعه بعد أنه يريد طريقة لتسكيتهم ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويبدأ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر فإذا قضية الحروف المقطعة على أصحاب هذا الرأي أنها كانت مجرد واسطة ووسيلة لإسكاث المشركين إسكاث الذين لا يريدون النبي صلى الله عليه وآله أن يقرأ القرآن أو أن يوصل القرآن إلى أسماء المسلمين من إعجاز القرآن أيضاً سيأتينا إن شاء الله بالدرس القادم أنه استخدام البنية المعينة مرة يستخدم اسم مرة يستخدم فعل إذا كانت القضية تدل على التجدد والحدود يستخدم لها استخدام مرة يستخدم لها اسم إذا دال على الثبات مرة يستخدم اسم فاعل مرة اسم مفعول المشتقات كلها يوظفها من أجل إيصال المعنى إلى أذهان الناس لأن القرآن هو يخاطب الناس ولهذا تجد القرآن بقي غضاً طريقاً الآن أنت أي كتاب أي كتاب سواء كان كتاب قصة كتاب فقهي كتاب ما أدري سياس أي كتاب تقرأ مرة ربما تتذوق تقرأ مرة ثانية تشوف نفسك أقل رغباً بالمرة الثالثة جوزة ملمن عندما تقول هذا قاري مرت ينسى هذه المرة الثالثة قاعد أقرأ لكن إذا قرأت القرآن إذا قرأت القرآن تشوف كل مرة تكرر قراءة القرآن تجد حلاوة أكثر من المرة الثالثة أول مرة أقرأ القرآن لغرض الثواب يمكن ما أعرف أنا شي قرأت أقرأ قراءة سطحية حتى أقول أنا ختمت القرآن من أقرأ مرة ثانية كأن النبي صلى الله عليه وآله الآن قاعد يقرأ قدامه مثلاً وإن ربك لشديد العقاب أقول سبحان الله بعد صارت أن بالمرة الثالثة كأن الله هو الذي يتكلف لماذا؟ أنت صار عندك بعد حضور قال أنت قاري مرة ومرتين وثلاث مرات وكل مرة تقرأ كأنه أنت ما قاري بالمرة السابعة تكتشف فرض نكت وفرض طضايا معجزة بالقرآن الكريم هذا تجد القرآن الكريم إذا أجينا مثلاً نصور بعض الآيات شوف مثلاً في سورة الواقعة في سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو شئنا لجعلناه حطاماً بقوا حايل لام بس اللام لو شئنا لجعلناه حطاماً ثم بعد آية واحدة أو آيتين يقول أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاءوا جعلناه أجاجة لماذا هنا قال لجعلناه وهنا قال جعلناه لماذا؟ لم أعرف أنا أنا عامي أما العبارة فللعوام كلام إيمان الحسين ما نسيناه أما العبارة فللعوام أما الإشارة فللخواص يأتيون أهل الإختصاص قالوا تدري أشجاء باللام هنا توكيدية لأنه السامع يقتاجها والمتكلم يجب أن يراعي حال السامع السامع ربما متردد بالخبر الأول ما هو الخبر الأول؟ الآن وجدان بعض الناس غير المتدينين لا يوجد شيء بالمتدين غير المتدينين فلاحه بالبستان مالتي تقول لهم لا رزقك هذا الزرع مثلا بإمكانه يقول عمي الله شعلي الله شعلي أنا حرثت البستان مالتي وبذرتها ذبقيت البذور وزقيتها وبعد وصار الزرع الله شنو علاقته فمنكر هو شوكت نحتاج للتوكيد إذا كان السامع منكر أو متردد في قبول الخبر فحتاجت الآية إلى مؤكد قال لو شئنا لجعلناه احتاج المؤكد لماذا؟ لأن مراعاة حال السامع السامع يقول الآن زرعيت وآن زقيت وآن دبي السماد وآن وآن فأني صاحب الأمر الله ما إلى علاقه فحتاج إلى أمر لو شئنا لجعلناه حطانا بينما قضية الماء وإنزال الماء من المطار أو إنزال من المز لا يختلفوا اثنان في هذه القضية سواء كان بالإسلام أو قبل الإسلام حتى ديانا سأل قضية الاستسقاء وردد أنه الآن المتدين والمنحرف والمسلم والسنة وغير الشيعة وكلهم يعترفون بأن المطار من الله كانوا هارون الرشيد وغير يخرجون لصلاة الاستسقاء إذا انحبس المطار فما أكو واحد يقدر ينكر قضية أن نزول المطار أو أن الماء من الله عز وجل فلهذا ما احتاجت إلى مؤكد أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو شئنا جعلناه أجاجة إذن ما احتاجنا إلى مؤكد بينما تجد بعض الآيات بعض السواء طبعا عندنا كثير من السواء افتتحت بالقسم كثير من السواء تفتتح بالقسم وإذا استقريناه نرى دائما يأتي بعد القسم أموه مهم قد يكون السامع متردد في قولي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر يقسم بالعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر البعض يتقل له إن الإنسان لفي خسر يقول الحمي ما نحن نطابعين في سور ما إن الإنسان لفي خسر الإنسان هاي الألف والنم استغراقية يعني كل إنسان في خسر أكو أنبياء أكو أوصياء أكو متدينين أكو أكو مو فور واقعا وإحنا سموه في مجال تفسير ولا في مجال كذا بس هو الإنسان في خسر لنومين في خسر أنت الآن اليوم شنو أربي حامل اليوم السابق الثلاثة تقدر ترجع يمكنك أن يرجع إذا أنت ذاك اليوم خسرناه وما خسرناه كل يوم يمضع لنا كل ساعة الساعة اللي قبل هاي الساعة كسرناه وما خسرناه والإنسان في خسر بفعله هو إحنا شنو رأسماننا الآن شنو رأسماننا غير العمر هو هذا الحياة شنو رأسمان الإنسان هاي الأيام دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني هو هذا رأس المال هو الخسارة شنو معناها من تجي الأب السوق سيقول تعال شنو معنا الخسارة عندكم قال الخسارة أنه الإنسان ينقص رأسماله أشتري بضاعة بمئة دينار أبيعاد تسئين يسموني خسران أقل له يعني إحنا قاع نقسر لو ما قاع نقسر الآن قال هو كل يوم قاع نقسر إنه يوم من عمرنا يتردد يقول عمي شنو هاي إن الإنسان فحتاجت الآيش قاله والعاصر إن الإنسان لا يوجد استثناءات إلا الذين آمنوا قلت لك أنا مغل في مجال التفسير بس بقدر ما أريد أبين قضية الاستخدام والتعبير القرآن بعض الأحيان يستخدم أكثر من توكيد والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم البعض ممكن أن ينكر هذا القضية لو ما ممكن يتردد شنو عمي لخلقنا الإنسان في أحسن تقويم شنو مو أكون أزقاع يطلع من بطل أمه مثلا قرم أعميم شوه كذا شنو خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وين الأحسن تقويم فحتاج إلى أقسام متعددة وإحنا إيضا باستعمالاتنا العامية نحتاجها مرات أقول نجح زيدون إذا كان زيد مجتهد وشاطر لا أحد يتردد لكن إذا كان مثلا ما ملتزم بدوامه ما ملتزم تحضيره البعض يتردد زيد نجح أقول إن زيدا ناجح ما يقبلها البعض إن زيدا لناجح والله إن زيدا وشوف تكرر الأقسام وزيد المؤكدات بحسب حال السنة طالح إن شاء الله فإذا التعبير القرآني رائع حالة الإنكار وحالة التردد في قبول الخضر فالتعبير القرآني شوف مرة مثلا في قضية نوح على نبينا وآله وعليه السلام أو قضية الأنبياء في الرد على الأنبياء مرة يقول فقال الملأ الذين كفروا من قومه أو مرة يقول فقال الملأ من قومه الذين كفر أكفر أو لا أكفر مرة يقدم الجار والمجر فقال الملأ الذين كفروا من قومه ومرة يقول فقال الملأ من قومه الذين كفروا قال من أقراه آه برقا آه قرأني قرأتها وفي أمان الله لكن أهل الاقتصاد يقول لماذا قدم الجار والمجرور لماذا أقر الجار والمجرور لماذا كذا لماذا أجدت معرفة لماذا أجدت نكره لماذا أجدت على صيغة اسم الفاعل لماذا فلا كفران لسعيه كفران هذا مصدر مثل من يكفور أكو فرق بين المضاء يجون يحللون النص فصارت عندنا علوم القرآن صار علم تحليل الخطاب القرآني صار علوم أخرى علوم وهكذا فإذن الخطاب القرآني أو التعبير القرآني هو تعبير معجز في إضافته معجز في حذفه معجز في إيجازه معجز في كل شيء معجز من حيث التقديم والتأخير من حيث كل الأمور التي ندرسها في درس التعبير القرآني لأنه نص معجز ونص مقدس لم يصل إليه نص على مد العفو هذا القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وإلى كتب سماوية نزلت كثير القرآن هو الذي النبي صلى الله عليه وآله يقول إني تاركم فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وحترتي أهل بيتي وإنهما لن يفتقى إلى أن يقول وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض يعني إذن القرآن تكفل الله عز وجل وتكفل النبي صلى الله عليه وآله وعده بأنه يبقى خالدا بخلود الدهر ومهما اجتهد المنافقون مهما اجتهد أعداء الدين على أن يغيروا في هذا القرآن لا يهم والبعض يتهم العلماء على أن يقولون بتحريف القرآن وهذه الفرد من القرآن كذا نحن نقول أن القرآن هو ما بين الدفته ولا توجد في القرآن زيادة ولا نقيصة ولا حرف واحد ولا حركة حركة ماكو زيادة أو نقيصة وقضية القراءات القرآنية ترى مو كل واحد يثبرناها القراءات القرآنية القرآن نزل قرآن واحد على النبي صلى الله عليه وآله لكن اللهجات اختلفت إيه اللهجات تختلف والقراءات تختلف باقتلاث اللهجات بينها هذا صارت قضية القراءات القرآنية والتأليف المعجم من قضية تداقل بعض اللهجات لهجة قوم كذا عند الأقوام الآخرين ربما ما تستعمل عزم في قضية الإعجاز القرآني وقضية المعاجم وقضية علوم القرآن نشأت لأن القرآن قد قدمت الآن بحوث ودراسات من ذلك الزمان إلى الآن الآن تجد أكثر الدراسات هي الدراسات القرآنية وتكتب الطالب والتخرج ورسائل ماجسية ودكتورة وبعد القرآن لا يزال فيه مجال للدراسة وفيه مجال للبحث إذن التعبير القرآني هو تعبير معجز من جميع الجوانب في أسلوبه إعجاز في تعبيره إعجاز في آياته إعجاز في اختياره للتقديم والتأخير والحذف والذكر إعجاز في معالجته لجميع جوانب الحياة إعجاز فالقرآن هو الكتاب الخالب وهو الدستور الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة جعله للناس إلى يوم القيامة فهو لا تفنى عجائبه ولا يمكن لكل من أراد أن يأتي بآية من مثل القرآن لا يمكن أن يأتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني هذا اللي موجود الآن تنظم المظلم إن شاء الله بالدرس القاد نأخذ البنية في التعبير القرآني يعني التعبير القرآني لماذا استخدم البنية الكذائية لماذا استخدم تعبير الفلاني لماذا استخدم كفران ما استخدم يكفر لماذا قدم كل شيء لماذا استخدم اسم فاعل ما استخدم بعض الأحيان فإذن قضية البنية في القرآن الكريم ستكون في الدرس القادم بعد نريد أن نسمع منكم فرد مشاركات أو شيء فرد إضافة سؤال بناتي سؤال فرد الشيء مواضح فرد الشيء يعني نبدل القرآن يقول فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما الإمام الحسينيش قال على القرآن قال نزل على أربعة معنى